بسم الله الرحمن الرحيم سؤال قد يخطر في الأذهان وقد لا يجد البعض له جوابا دقيقا أو صحيحا فلذا من المناسب طرح السؤال والجواب عنه لكي لا يبقى الجواب في مهب الشك السؤال ماذا لو لم ينتفظ الإمام الحسين عليه السلام ولم يقتل بالسيف بل قتل غدرا أو بالسم والجواب على السؤال يكون على عدة مستويات منها المستوى الأول تعاظم وازدياد قوة بني أميه عليهم اللعنة وفرض سيطرتهم ونفوذهم على الأمة الإسلامية جمعا ومن هذا ينتج نشر الفساد الأخلاقي والديني والاجتماعي والمالي الذي كانت الدولة الأموية الظالمة تتسم به بل وتتبناه بكل وقاحة المستوى الثاني الإندسار التدريجي التام لأحكام الدين والشرع والأخلاق سواء بسبب السلطة الأموية أو غيرها ولبات الدين غريبا بسرعة متسارعة إنجاز التعبير فكأني به يقول سلام الله عليه إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني المستوى الثالث إن سكوت المعصوم عن الظلم والفساد الأموي آنذاك هو بمثابة رضا عن أفعالهم وأقوالهم وأحكامهم البعيدة كل البعد عن نهج الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله فينتج من ذلك اتباع الكثير لأفعال الظالمين والفاسدين بحجة سكوت المعصوم عنهم أعن الإمام الحسين عليه السلام وحاشاه وقد يندثر المذهب وتشيع الفاحشة فبنوا أميتهم من بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار المستوى الرابع لما نال الأئمة المعصومون تلك الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى ولا عند أتباعهم فإن لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين درجات لا ينالوها إلا بالشهادة والشهادة الكبرى هي التي تكون بحد السيف والقتل على يد شرار الناس وخصوصا بعد أن نعلم أن ما قام به الإمام الحسين عليه السلام كان بأمر من الله سبحانه وتعالى وهو سلام الله عليه لم ولن يحيد عن طاعة الله ولذا فإن مقتله واستشهاده ولد حرارة في قلوب محبيه لن تنطفئ أبدا المستوى الخامس نزلت قوانين الجهاد والوقوف بوجه الظلمة ولسكت الجميع إلى يومنا هذا عن الظلم والفساد فالإمام الحسين أمثولة الجهاد ورمز التبحية والفداء ورفض الزل تحت شعار هيهات من الزلة المستوى السادس أيمنة الدول الخارجية على مجريات الدولة الإسلامية كالروم والبيزاند وفارس والأتراك وللعبوا بمقدرات الدولة ولأشيعة الكثير من الأمور الفاسدة كما في زمن الدولة العباسية الفاسدة من غلمان وقصور وانغماس بالدنيا وملذاتها المستوى السابع لما بانت مظلومية أهل البيت عليهم السلام ولا مظلومية المذهب الجعفري أمام ظلم الظالمين وحقام الجور والفساد فيوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم وإن انتصار الإمام الحسين كان انتصارا للدم على السيف فإن لم يرق دمه الطاهر لانتصر السيف سيف الظالمين ولقطعت رقاب الحق وأهله لا سامح الله ولذلك فإن ثورة الطف الخالدة قد حمت الدين والمذهب والأخلاق والشرح بظاهره وباطنه وأعادت النهج الحق للأنبياء والرسل وبالأخص رسول الله صلى الله عليه وآله وأعزت الولاية والعصمة والعلم والفقه وميزت الخبيث من الطيب وانتصر الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه اشتركوا في القناة